تستضيف العاصمة النمساوية وعلى مدى يومين مفاوضات التسوية السورية في إطار رباع فيينا الذي يضم روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا والتي جاءت بناء على اجتماع سابق عقد بين وزراء خارجية الرباع في الثالث والعشرين من الشهر الجاري دون أن يخرج باتفاق بشأن التسوية اللقاء الجديد يشارك فيه ممثلون من ثلاث عشرة دولة بينها الداعمة للمعارضة كالسعودية وقطر وتركيا كما يشارك كل أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الصين ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فضلا عن العراق والإمارات والأردن وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر وإيران التي تشارك لأول مرة بدعوة تلقتها من الولايات المتحدة أهم المواضيع التي يتم بحثها في هذا اللقاء تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومسألة مصير الأسد والمساعدة في تشكيل وفد تمثيلي للمعارضة السورية للتفاوض مع الحكومة وحسب تسريبات سابقة قد يتم على هامش الاجتماع بحث خطة تتضمن انطلاق مرحلة انتقالية في سوريا لمدة ستة أشهر يستمر خلالها الرئيس الأسد في السلطة شريطة وجود ضمانات برحله في نهايتها تصريحات الأطراف الرئيسة المشاركة في الاجتماع جاءت متباينة فقد قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير إن نقطة الخلاف الوحيدة هي مصير الأسد وعلى حد قوله لا ترى الرياض له مكانا في مستقبل سوريا فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الشعب السوري هو من يقرر مصير رئيسه ليزيد بذلك من عمق الخلاف بينما أكد وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قبل الاجتماع أن بلاده تريد رسم خطة للخروج مما أسماه بجحيم سوريا اشتركوا في القناة